فارح مثلا كذا حد بعتلي فيديو لعمر قديب وهو بيتكلم بيبعث رسالة وروني كده يا جماعة عازي مستشفى 57 تلاتة 57 هو الدنيا تقلبت فجأة وقعد يقولوا انت عامل كذا وعمل كذا وعمل كذا وبتود الفلوس في كذا وكذا وفجأة الدنيا كلها سكتت هو ايه الموضوع ايه الحكاية احنا قعدنا جبنا المستشفى عليه وطي وبعدين فجأة سبناه للناس كده لازم الحقيقة تطلع ولازم تقولوا للناس انه ما كانش فيه حاجة على المستشفى المحترم 57 تلاتة سبعة وخمسين شفتوا الاستاذ عمر طيب ببساطة جد هو بعت رسالة 57 تلاتة سبعة وخمسين طيب عزيزي عمر قديب لماذا تسأل دائما الجاء الخطأ كان من المفروض ان حضرتك كاعلامي محنك كما يقولون كما يقولون ان تسأل وزيرة التضامن الاجتماعي لماذا تأخرت نتيجة اللجنة اللي شكلتها عشان تقولنا 57 مزبوطة ولا مش مزبوطة عزيزي عمر قديب كان مفروض حضرتك تسأل اللجان اللي شكلت من قبل جهات رقبية يا جماعة خلصتوا ولا ما خلصتوش عزيزي عمر قديب كان مفروض حضرتك تسأل وزيرة الصحة عن اللجنة اللي شكلتها عشان تشوف حكاية التجارب السريرية اللي في 57 عزيزي عمر قديب كان يمكن ان تتواصل مع الاستاذ وحيد حامد انا عارف انه صديقك يعني وتسأله تقوله ايه الورق اللي عند حضرتك يا استاذ وحيد واتكلمت به عن 57 واعرف يعني انه الاستاذ وحيد تكلم فريق اعدادك وقال لهم انا مستعدة جيبي الورق لعمر وعمر يعرضه وينقشه عزيزي عمر قديب هل يمكن ان تستضيف الاستاذ وحيد حامد والاستاذ اسامة داوود اللي فجروا القضية دي وتعرض الورق والمستندات اللي معاهم ولا عزيزي عمر قديب برضو ولا حضرتك قررت انك تدخل معسكر الباطل وتسأل المستشفى وتقول لها طلعوا اقولوا انه مفيش حاجة ونرجع بقى نشتغل الناس زعلت بعض الاصدقاء زعلوا مني لما كنت مع اباس موابا وبتقول لي مين الاعلام اللي يقعد في بيته وقلت لها عمر قديم اقولت من يقعد في بيته بوضوح شديد جدا لانه فيه هنا وانا بقولي الكلام ده وانا داخل منظومة الاعلام المصري ولا اخشى شيء لا اخشى شيء على الاطلاق فيه ناس بيقوموا بالتضليل بالتضليل وبالكذب على الناس لانهم بيحققوا مصالح معينة هنا الفايصل بالنسبة لي انا لا شفت شريفة ابو النجا ولا عايز اشوفه بس فيه قضية وسيرت فيه الاعلام المصري الناس كتبت الناس اختلفت الناس قالت قالوا لنا ان فيه لجان ومفيش حاجة ومفيش حاجة فلابد لابد الان انه نبقى عارفين راسنا من رجلين وعيب الناس اللي هي بعد ما قضت كل هذه السنين في الاعلام بتشتغل شغله صغير وبتشتغل شغل لمصالحها الصغيرة خلاص مربنا كرمكم يعني فيه سروات طائلة الناس هتودي الفلوس فين يا عمر ترجمة نانسي قنقر